قلوا سيدي يا كلابات يا شرد الناس يا قلنا رفع جراس سيفت مالك الروم عبابنا وقيس وقيس رجل قلنا يا ظالميك وأرضي وبلدي حتل دعو الرمان قلنا يا رودي كيف نكون دقيين نعمل هذه عناد ونشيه نقل لكم وقلنا ورقا في قصفها الخراق خانية مع اللي إحدها خانية ويقلبها بلا شقا أراوي من عام 1967 يعني أنا ولد عشر سنين تندير الحكاية لأنه في هذه اللحظة وفي ذاك الوقت ما كانش هذا الانترنيت وهذه الفضائيات وهذه الخويط العنكابوتية وما كان كان هذا شيء عليه الإقبال بزاف كان الحاكي وهو السينيما ديال الناس في هذا الوقت إلى درجة أنه أنا تعلمت لهذا الشيء من والدي إنه والدي ما كانوش تيدير الحلقة ولكن كانو تيحاجيوا لنا الارتفات ديالي أنا بالحكاية كانت أول سبب الحجة ما قصغير تيحاجيوا لنا غولام عشاء قنديشا حميقا خواتا تهب سبعام حديد الدان والغولام وكنت أنه تنتي تصور لي هذا الشيء مع الصور عجيب تكتشفت الحكاية لكن منك تشفت الحكاية وحلو معايا ما يمطار إلى درجة تنهرب من المدرسة وتنمشي لجامع الفناء تنتصنط للحكايات وكانت في ذلك الوقت غانية ساحة جامع الفناء بالروات كان أكثر فيها من ثلاثين نراوي تنقعد عند هدا ونسمع وهدا ونسمع وهدا ومع العقل ديال الصور كان نقش على الحجار اللي سمعتها تترصخ قديت واحد الفترة يعني من الشباب والشباب هنا تروي إلا درجة أنه خرجت بها وماردوش والديان لعذن ديال العلقاوي وهراوته والجلام الحكاية هي مدرسة مدرسة مربية الروتة تسمى بحال واحد الرسول تؤديه واحد الرسالة اللي هي في الحق حكام وفيها التجارب لأنه من لا شيء كين شيء من ذاك الخيال كين الواقع من الخيال كين الواقع تنحكيوا عن الحكايات أنه شحال من واحد تيصي ولدو تخليليه المال وما يمشيش للخمار وما يمشي للفساد تلقوا هدا شيء حاليا كينين كاللي بعض ديور كاللي يبيع المملاكات كاللي بعض الأراضيين اللي يقلوا له والديه وطبوء يكشلك ان احنا تلعودوا هو خيال هو حقيقة الحكاية هي المربية لكن الاصحاب الدوق الدوق اللي تيدوق الكلام وتيدوق المعنى ما بقيتش بأنه هي رغم ذلك أنه هي أول فنون السبع هو السرد السبعة الفنون أول فن فيه هو السرد الشعر القصة الزجل القصائد كان هطي السردو نعطيك مثال على سوق عقاض العصر الجاهلي كانت تكون حلقات كل قبيلة تجيب شعرها تديروا حلقة تشعر بالشعر حاليا الحكاية رغم أنها هي كل شيء سبحات لا شيء لا معنى لها لا قيمة ولو لأنه كما قلت لك الخيوط العلم الكابوتية والفضائيات أنا تنفضل نتصنطل الراديو وما نشوف الشاشة وتنصي الناس اللي عندهم الأطفال ما يخليش يقابل الشاشة ويخليه يجيب يخليه هو يعود له هي هو يعود له لأنه دريم نتيشوف الشاشة اشتيوقع في ديك اللحظة ومن ما تتكون الشاشة وستيسمع اشتيوقع في ديك اللحظة مني تتكون الشاشة المخيلة دياله تتموت لأنه دك الشي اللي بيخيل تيشوفه أمي لما كانت الشاشة وكان هي الصرد المخيلة دياله تتحيا تتخدم المخيلة بالزز مني تيذكر لي الغولة تيخيل هو ديك الغولة كيدايرة ها هي أولا تخدمات المخيلة أحسن من الشاشة اللي تتكتل حاليا الحكاية تترتاح في المهرجانات في شي ندوات في شي مهركز تقافية في شي لقاءات هي فين أولاك تتخدم تضر الحكاية أما في الفضاءات والساحات إلى درجات رك حضرتي وشتي قليل قليل وما اللي قاعدين تسمعوا ما عندوش بياد ما عندوش هو بهذاك الخريف هاتي يخرف ولكن من ذاك تخريف ركينا واحد اللي معناه شوف الحسود أشوق عليه وشوف الحسد أشوق عليه الحسود لا يسود وهي نعنى رغم أنه هي خيال هي رأى عديت واحد الرسالة لكن إلا يفهموها ويبعدوا عن الحساد الحساد ما فيه فضل طيج البلغ الشر إلا المولان خصوزار التقافاء يجمعوا مؤترين للحكاية ويلقبوها الأطفال باش يحبوا الحكاية ويمرسوها ويتعطاوا معها إنه ما تنساش الحكاية رأى أخلاقه التربية أخلاقه حسن العمال حسن التدبير فيها عدة وجميع الفنون السبع المجموعة فيها هي فيها التصوير فيها الرسم فيها الغناء فيها الشعر فيها وفيها وفيها فيها أبا جديئها فيها التراجدية والكوميديا تهي تتجمع في الحكاية قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر العجب